واصلت اللجنة المالية النيابية مناقشات مشروعي قانوني الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2018 مع عدد من الوزارات والدوائر ففي مناقشة موازنة وزارة التعليم العالي قال الوزير الدكتور علي طويسي إنها جاءت كما كانت في العام الماضي أي بواقع 72 مليون دينار 55 مليون منها للجامعات والبقية لتسديد الديون والمستحقات وبيّن وزير التعليم العالي أن الموازنة لم تخصص جزءا لتنفيذ استراتيجية تنمية الموارد البشرية وإنما تم رصد 5 مليون دينار في وزارة المالية لعدد من الجهات المختصة بهذا الشأن وحول رسوم الجامعات دعا النائب حسن سعود إلى إعادة النظر برسوم جامعات وصفها بالجامعات التي عفى عليها الزمن كالجامعات الأردنية مشيرا إلى أن رسوم بعض التخصصات المشابهة في جامعات أخرى أعلى من الأردنية وأردا على ذلك قال الوزير طويسي إن قضية رفع الرسوم طرحت على مجلس الأمناء الذي رفض قرار الرفع لاعتبارات كثيرة ذات أبعاد سياسية واجتماعية وأمنية أما في مناقشة موازنة وزارة التربية والتعليم فقال الوزير عمر الرزاز إن التحدي الأساسي للوزارة يكمن في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية خاصة وأنها تؤكد الحاجة إلى 600 مدرسة خلال العشر سنوات المقبلة أي بواقع 60 مدرسة سنويا لافتا إلى أن الوزارة ستستفيد من مبادرة الوقف التعليمي والتأجير التمويلي كما ناقشت اللجنة موازنة وزارة الإعلام ووزارة الدولة لشؤون الاستثمار قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي رفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس على أدوات السياسة النقدية كافة وذلك اعتبارا من يوم الأحد السبع عشر من هذا الشهر ويأتي هذا القرار بهدف تعزيز الاستقرار النقدي والمالي في الأردن وزيادة جاذبية الأدوات المحررة بالدينار مقابل العملات الأخرى وذلك من خلال الحفاظ على هيكل أسعار الفائدة المحلي ضمن مستويات تنسجم مع أسعار الفائدة العالمية وبحسب بيان أصدره البنك المركزي فإن هذا القرار لن يؤثر على أسعار التمويل التنموي الميسر للقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية بما فيها المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كما قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير على برنامج البنك المركزي لدعم وتمويل القطاعات الاقتصادية كالصناعة والسياحة والزراعة بالإضافة إلى الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الاستشارات الهندسية عقدت غرفة صناعة عمان وحملة صنعة في الأردن لقاء مع الأسرة الصحفية والإعلامية الأردنية تحت شعار الإعلام شريكنا الاستراتيجي وذلك للحديث عن دور الإعلام الأردني في دعم الاقتصاد الوطني ونقل رسالة الصناعة الوطنية إلى المواطنين وقدمت الحملة جملة من الاقتراحات والتوصيات لإيجاد شراكة فاعلة مع وسائل الإعلام المحلية بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين ويعود بالنفع على هذه الشراكة كما تعلم حملة صنعة في الأردن بدأت منذ سنوات بدأتها غرفة صناعة عمان بالتشارك مع شركاء الاستراتيجيين في الغرف الصناعية المختلفة وأيضاً المؤسسات العامة والخاصة لتعزيز ثقة المستهلك بمنتجنا الوطني الذي وصل إلى أكثر من 120 أو 125 دولة حول العالم فطبعاً لا يمكن أن تصل رسالتنا من دون الإعلام الإعلام طبعاً بالإعلام المرئي الإعلام المسموع الإعلام المقروء فلذلك هو شريك لا بد أن يكون شريك استراتيجي في هذه الحملة إذا أردنا أن نصل إلى جميع شرائح المجتمع في وطننا الحبيب يعاني طريق الشحن الجوي في منطقة القصطل والمشتة الصناعية من بنية تحتية متهالكة شكى منها المستثمرون ومستخدموا هذا الطريق وبحسب الشكاوى فإن الطريق يستدعي التحرك الفوري لمعالجة اختلالاته ممثل جمعية مستثمري القصطل المهندس إسماعيل زهران أشار إلى أن الطريق يعاني من الحفر العميقة وأنه كان من المفترض أن يتم العمل على إعادة تأهيله من قبل وزارة الأشغال العامة والإسكان قبل عامين إلا أنه لعدم وجود ميزانية ما زال على حاله ويؤثر هذا الشارع وفقا للمستثمرين بشكل كبير على تنافسية المنتج المصنع في المنطقة نظرا لتعرض الشحنات للتلف خلال عبورها شارع الشحن الجوي أكد نائب رئيس سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مفوض الاستثمار الدكتور عماد حجازين أن ميناء العقبة مهيئ بجميع الإمكانيات لأي استثمار أجنبي بما في ذلك الهندي وبين حجازين خلال اللقاء عقدته السفارة الهندية في عمان أن ما يشهده القطاع الصناعي الهندي في الأردن من نجاحات يعد أساسا لبناء علاقات اقتصادية أقوى مبنية على التعاون والتنصيق لاستقطاب الصناعيين والمستثمرين الهنود من جهتها السكرتير الثاني للسفارة الهندية في عمان شدد على أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين حققت نموا كبيرا إذ أن الهند تعتبر واحدة من أكثر عشر دول تتعاون مع الأردن في المجال التجاري وهي من أكبر المستثمرين في الأردن في مجال الأسمدة والمنسوجات ويقدر حجم الاستثمار الهندي في الأردن بأكثر من مليارين ونصف المليار دولار ركزت الورشة على عرض فرص استثمارية وفرص تبادل تجاري بين الأردن والجمهورية الهند كان في العرض إيجاز من قبل الملحقية التجارية في السفارة الهندية بهذا الخصوص وعرضوا المجالات والقطاعات التي يمكن أن يستفيد منها رجال الأعمال وتجار في الأردن بشكل عام وفي منطقة العقبة الاقتصادية بشكل خاص وسيتم عقد لقاءات ثنائية لاحقة تبني على ما تم إنجازه اليوم والحقيقة تفاجأنا بوجود اهتمام كبير لدى التجار والمستثمرين في منطقة العقبة الاقتصادية بدخول الأسواق الهندية وهي أسواق كبيرة وواعدة ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكي للأسبوع الرابع على التوالي كما سجلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها في أسبوع مع استقرار الدولار والمزيد في التقرير التالي للأسبوع الرابع على التوالي ارتفعت أسواق النفط مدعومة بتراجع مخزونات الخام الأمريكية لكن تنام الإنتاج حد من مكاسب الأسعار لتظل أقل بكثير من أعلى مستوياتها لعام 2015 الذي بلغته في وقت سابق هذا الأسبوع وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسعة سنتات ليصل إلى 56 دولارا وتسعة وستين سنت للبرميل مقارنة مع التسوية السابقة وسجلت عقود خام القياس العالمي برينت اثنان وستين دولارا وتسعة وسبعين سنت للبرميل مرتفعة خمسة وثلاثين سنتا عن إغلاقها السابق وتراجعت مخزونات النفط الخام بالولايات المتحدة خمسة ملايين ومائة ألف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في الثامن من كنون الأول أما أسعار الذهب سجلت أعلى مستوياتها في أسبوع مع استقرار الدولار بعد أن هو في الجلسة السابقة إثر قرار مجلس الاحتياط للبنك المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة وكان رفع الفائدة الأمريكية للمرة الثالثة هذا العام متوقعا على نطاق واسع وأبقى مجلس الاحتياط على توقعاته لرفعها ثلاث مرات في العام 2018 بفعل بواعث القلق من تدني معدلات تضخم الدولار تراجع أيضا بسبب بيانات ضعيفة لتضخم الأمريكي في تشرين الثاني وإبقاء البنك المركزي على توقعات أسعار الفائدة دون تغيير ترجمة نانسي قنقر